حضارة شانغ الصينية هي واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ وقد ازدهرت في شرق الصين في الفترة من حوالى 1600 قبل الميلاد إلى 1046 قبل الميلاد كانت حضارة شانغ مملكة مزهرة وقوية وقد تركت تأثيرا عميقا على التاريخ والثقافة الصينية المدينة الرئيسية لحضارة شانغ كانت أنيان والتي تقع في منطقة تشوهو تشينغتشو بالقرب من مدينة زينغتشو الحديثة كانت هذه المملكة تتمتع بنظام حكومي موركازي قوي وكانت تحت سيطرة ملك موركازي يعرف باسم الملك العظيم أو الملك السماوي كان لديهم جيش منظم واقتصاد ناجح يعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة حضارة شانغ ابتكرت نظام الكتابة الصيني القديم والتي كانت تعرف بالكتابة على الأقواس العظيمة الأوراق الرقيقة المنحنية هذا النظام تطور فيما بعد إلى الكتابة على الجلد والحرير والزخرفة المعقدة التي تعرف اليوم كانت حضارة شانغ تزخر بالفنون والصناعات اليدوية والتي تشمل البرونز والفخار والسيراميك والنحت تميزت البرونزيات الشانغ بجماليتها وأناقتها وكانت تستخدم في العديد من الاحتفالات والطقوس الدينية بالإضافة إلى الفنون والثقافة كانت حضارة شانغ تعتمد بشكل كبير على الديانة والطقوس الدينية كانوا يؤمنون بعبادة الآلهة والأرواح وكان لديهم ممارسات دينية تتضمن العبور بين العالم البشري والعالم الرواحي تأثرت حضارة شانغ بإنهيارها في عام 1740 قبل الميلاد نتيجت للهجمات من قبل سلالة تشوء المنافسة على الرغم من ذلك فإن تأثيرها على الصين استمر طويل التاريخ حيث تمثل نقطة بداية هامة لتطور الحضارة الصينية والثقافة الصينية تركت حضارة شانغ بصمات عميقة في التاريخ والتطور الثقافي للصين بما في ذلك تطور الكتابة والفنون والعلوم في الختام يلاحظ أن حضارة شانغ الصينية كان لها دور كبير في تاريخ الصين وتاريخ العالم وهي جزء من التراث الثقافي الغني للصين عزيزي المتابع لا تنسى الاشتراك والإعجاب شكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة